برج الجوزاء. آآ خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقعات. خلينا نشوف اول شي الطاقة تبعتكم كيف حتكون طوال هاي آآ الفترة. آه آآ شوف يا برج الجوزاء. عم بتكون في قدامة آآ في في شخص يمكن عم بيخوفك خاصة يمكن في العمل في العاطفة من الاصدقاء آآ عم بيخوفك او عم بيكون متسلط او كلامه جارح او من هاي النوعية آآ فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر كل الشهر عم بتركز على هذا الموضوع انك تحجم هذا الشخص انك عم بتحط مع هذا الشخص لانه شخص متل شخص آآ غريب الاطوار آآ بيحب لك الشر ما بيحبك آآ عم بتفتر طول الفترة او عم بتكون مش خايف يعني عم بتكون آآ آآ بدك تتخلص من هذا الشخص وفعلا رح تتخلص منه او على الاقل من الخوف والمشاكل اللي عم بيسبب لك اياها. خلينا نشوف ازاً بشكل عام توقعات الزوزاء. آآ زي ما قلت لك. في كار ما عندك. هذا الشخص اللي ظلمك رح آآ تظهر عليه النتيجة وراح ياخد جزاؤه هذا الشهر. هايز الفترة اللي انا قلت عنها. رح يصير في آآ اخلي. آآ على فكرة وراء كتير للجوزاء الحمد لله. واخيرا. اوهو. خلينا اقول الطاقات قبل ما انسى الطاقات حبايبيح عم بتكون آآ ميزان ممكن فيه الجوزاء اللي هو انت وممكن شخص تاني كمان عم تتعامل معاه زوزاء. آآ عم بتكون. اكتر من مرة مر معاي الميزان. ترابية كمان. كتير ترابية نشو شوي. آآ فيه مائية. فيه هوائية. هدول اكتر شي يعني آآ بيّنوا. ازان قلنا فيه كار ما عندك هادا هاي الفترة ورح تاخد آآ حقك من هذا الشخص اللي آآ ظلمك. آآ مبين فيه ناس عندهم آآ سفر. انا عم بحكي بشكل عام يمكن آآ وانتو تتبسطروها زي ما انتو ظروفهم يعني انتو اعرف الموضوع. وقراءة عامة ما بتنتبق على الكل. ازا حكيت عن موضيع عاطفية ممكن تكون عكسية. انتو بتعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة للسفر ممكن جدا انه الجوزاء هاي الفترة آآ يسافر. في عنده سفر ولكن آآ مع اشخاص مش وحيد. على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. آآ في رجوع من شخص في آآ او شخص جديد حتى. ولكن اللي نبين اكثر انه فيه شخص قديم على فكرة كمان فيه فرصة آآ حامل قوية جدا للجوزائيين. آآ ان كانوا نساء او الرجال الجوزائيين نساءهم. آآ في عندهم آآ قفل ممكن يكون آآ آآ في في يعني آآ اكتر من آآ خلينا نقول اكتر من فرصة في فرصة حمل وفي فرصة خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شيء اكسترا انت عم تشتغلوا عن الشغل او آآ بهذا الموضوع. وممكن يكون آآ بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي عبارة عن آآ انثى متكاملة آآ آآ عم تظهر في حياتهم وعم بتأسر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين آآ آآ عم بشوف في تنازلات كتير من الحبيب في عرض وممكن يكون عرض الزواج او عرض رجوع عم بشوفكم آآ رغم الاختلافات الكبيرة بناتكم في مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين ولكن آآ عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب في حب حقيقي آآ بناتكم هاي العلاقة عم تتتوج عم تتطور يعني من هذا النوع عم بيصير في توازن من بعد من ظلمت في ميزان في اكتر من ميزان في عندك ثلاثة في عندك ثلاثة ورع فيهم قارمة في آآ مية بالمية رح يوصلك اكل حديث عندك وممكن يكون آآ في العمل ممكن يكون في العاطفة بس انا شايف بالعاطفة خاصة آآ رح يركز برج الزوجاء العاطفة لانه في سعادة عاطفية كبيرة جدا آآ ممكن تكون كمان آآ زواج شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في آآ زواج في اولاد ازا كنتوا اساسا متزوجين في الاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين آآ او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد آآ ومشغول بشغله وباموره آآ عم بشوف كتير آآ في فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في آآ مادة في ترقي بالعمل آآ في رح تاخد حقك ازا كان اللي عميتي عليه بالعمل رح تاخده في مش مشكلة ولكن في حدث كبير رح يصير هادا هاي الفترة هذا الحدث آآ رح يعطي كل واحد على حسب نيته خلينا نقول ازا انت كنت آآ انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم آآ ازا انت كنت آآ ظالم حدا رح تاخد جزائك او العكس صحيح فانا ما بق يعني ما مش عارفة ازا التوزاء ممكن يعمل هيك شي بس انا اللي بعرفه لا آآ شايفة انه الشخص اللي بتحبه او آآ شريكك آآ عم بيراقبك كتير عم بيفكر فيك طول الوقت آآ عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل آآ شغلة كبيرة او شغلة زعلتك آآ بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف آآ قد ما كان في اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا من مع النوياتك عم بشوفك طاير لفوق يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يارب انه تنصبف مع آآ اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطفة. كاز كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع آآ احلى من الاول زي ما قلنا. آآ شايفيتك عم تتشرط آآ عم بتحط شروطك عم تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. آآ شايفيتك برج الجوزاء عم آآ تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك آآ او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطفية ممكن تكون عكسية ايضا. آآ انت او الشريك آآ عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريكي ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير. شايفيتك فيك تطور اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة. الامور اللي كانت آآ كتير. آآ خلينا نقول آآ جاندة. كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية. فيه حركة وفيه كتير. هاي الفترة. شايفة انو الشريكي كتير مقبل آآ عليك ورح يعني اقدم آآ شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي آآ 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 عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس آآ عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول تكبير الراس. آآ عم بشوف من بعد ما كنت آآ انت في عندك غيوم في عندك آآ اكاذيب عن الحبيب يمكن آآ مناوشات آآ مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جدا لورق الجوزاء يعني يمكن يكون من آآ اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا آآ بيان انه في آآ تتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك. خاصة اذا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر آآ حميمية اكتر آآ قرب. فكل الورق نفس يعني كله ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلت الباطن يا جوزاء. شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شي. آآ. في عندك آآ انتصار كبير. آآ شايتيته اكتر من ناحية عطيك. اه او حتى من ناحية عمل فيه مشروع كان جامد في مشروع كان آآ يعني مكتوب له الفشل او كزا شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت آآ على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص فشايت فيه شجرة عيلة في تطور للعلاقة في آآ ولاد في زواج في يعني في فيه شجرة عم يتنور شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو في تحزيرات او بشائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هذا الورق الورق. لبرج الجوزاء شو عم بيكون? هنا طلع مقلوب آآ عم بيقول لك انه شوي روحانياتك ممكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي آآ عن الروحانيات الصلاة الدعوات فمتل مش تحزير يعني تحزير يمكن انه لا ما تعمل هيك آآ الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد آآ صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام آآ اكتر اشي هيك بصهموا انا هذا الكردس. هذا الكردس انا كتير بحبهم. ده ما بعطونا اسيا ايزابية بس دائما يعني بس الاغلب. بقول لك اتمنى بيقول لك اتمنى اي اشي هاي الفترة آآ وتخيله فرح يصير وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة فآآ اطلب وتمنى زي ما بقول لك. فكرت جدا جميل. يعني بكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. نشوف كمان نصائح. نلقى نجلج. بقول لك انت اساسا آآ متل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش مطور هاي الشغلة. انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. آآ زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه آآ بعيد شوي انت حاليا من آآ من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بقول لك انت بالاساس شخص روحاني وبالاساس ممكن تكون معلم آآ حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. آآ ولكن بقول لك نمي هاي هاي الموضوع ما تخلي آآ يعني ضعيف داخلك. آآ نمي لانه له مستقبل معك. آآ بيقول لك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والآآ كزا. بيقول لك آآ هاي الفترة كتير رح تكون حلوة فارجع طفل. ارجع استمتع بالامور اللي كنت تستمتع فيها زمان آآ مبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية آآ صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. بيقول لك لأ رجع حالك لآآ لاجوزاء القديم. لا انت آآ شخصك القديم. لا آآ شخصيتك القديمة هي الصح. بيقول لك ما تتغير ما تخليك تقفل من جواتك انت اساسا مقفل. آآ فبس عم بيقول لك انه ترجع تستمتع بالامور اللي آآ وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالآخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. تحب حالك اكتر. آآ بيقول لك في في حقيقة معينة راح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون آآ متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شي حواليك للحاسسات اللي داخلك. في كتير امور راح تظهر قدامك آآ كنت انت منخدع فيها يمكن كنت انت آآ موهوم فيها. ففي حقائق كتير راح تظهر آآ قدامك ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جاية فاك آآ من حولك. فآآ حبايدي بورد الزوزاء بشوفكم بالآآ فيديو الجاي وآآ هاته.